لأن الدبلوماسية توصف بأنها فن القوة النعمة والنافذة تواصل الجمهورية العربية الصحراوية تحقيق مزيد من المكاسب من وراء مشاركتها في المحافل الدولية كدولة مكتملة الأركان شأنها في ذلك شأن الدول المشاركة في قمة توكيو للتنمية في أفريقيا تيكاد في دورتها الثامنة وهذا ما يتضح جليا بعد الإعلان عن مشاركة رئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي في هذه القمة التي تستضيفها تونس هذا السبت تتضمن هذه القمة خمسة أطراف رئيسية يطلق عليهم المنظمون المشاركون على غرار حكومة اليابان مفوضية الاتحاد الإفريقي ومكتب المستشار الخاص لشؤون إفريقيا التابع للأمم المتحدة خطوة يعتبرها متتبعون لشأن الإقليمي بأنها مسمار آخر يدق في نعش السقطات الدبلوماسية المغربية المتتالية وانتصار آخر للقضية الصحراوية العادلة ونجاح وتمييز للدبلوماسية الصحراوية ولأن المصائب لا تأتي فراد فقط ضربت وزيرة الخارجية الألمانية ناليا بيربوك أمال النظام المغربي عرض الحائط بعد تصريحها الذي صب في دلو وضع حل للقضية الصحراوية ضمن إطار الأمم المتحدة الوزيرة الألمانية أكدت بأن الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة هي الإطار الوحيد لحل النزاع وقالت بالحرف الواحد لو كان ثمة حل لما كنا تحدثنا عن الأمم المتحدة وبالتالي فهي تعتبر بأن الأمم المتحدة وقرارات أمم المتحدة والشرعية الدولية والأكثر من هذا بأنها أكدت على أن الحل يجب أن يكون ما بين طرفي النزاع تتوالى خيبات الرباط في محاولة يائسة لتهميش وإبعاد الصحراء الغربية من المحافل الدولية خاصة بعدما قطعت القضية الصحراوية أشواطا هامة في التأثير على مواقف بعض الدول على الرغم من المؤامرات التي تحاكو ضدها ترجمة نانسي قنقر